اشتركوا في القناة المزارع مع بداية الموسم الزراعي والإنتاج المحلي منوها بما ينتجه المزارع البحريني من مختلف الأنواع والأصناف النباتية المحلية والتي تعزز مساهمة القطاع الزراعي المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد سعادته أن هورة عالي تمتلك مقومات تؤهلها للمساهمة وبقوة في دعم استراتيجية الحكومة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وقال وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة تعمل على تطوير المرافق والخدمات الأساسية وأعمال البنية التحتية في هورة عالي بالتعاون مع وزارة الأشغال والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتهيئة العوامل المناسبة للمزارعين والتي تمكنهم من زيادة المنتوج المحلي والتنوع في الإنتاج الزراعي من جانبها أكدت الشيخة برام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أهمية مشروع هورة عالي الذي يعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات قرينة ملك البلاد المعظم مثمنة الجهود المبذولة من وزارة شؤون البلديات والزراعة في توفير الخدمات الداعمة للمشروع وتذليل الصعوبات لدعم المزارعين المحليين جهود دعوبة تبدلها مختلف الجهات من أجل تنمية النشاط الزراعي والرقعة الزراعية في مملكة البحرين وذلك من أجل أهداف ترتبط بالشأن المناخي والأمن الغذائي في مملكة البحرين ويأتي تفقد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وبحضور الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي منطقة هورة عالي من أجل الاطلاع على مزارع الانتاج الزراعي المحلية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة وخلال الزيارة اطلع وزير شؤون البلديات على سير العمل في المزارع المحلية في هورة عالي مع بداية الموسم الزراعي والإنتاج المحلي منوها بما ينتجه المزارع البحريني من مختلف الأنواع والأصناف النباتية المحلية والتي تعزز مساهمة القطاع الزراعي المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمتلك منطقة هورة عالي الزراعية مقاومات تؤهلها للمساهمة وبقوة في دعم استراتيجية حكومة المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمملكة البحرين في ظل توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه صاحبة السموي الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتعتبر المبادرات المعنية بالقطاع الزراعي والتشجير مساهمة في مواجهة العديد من التحديات لا سيما التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تأتي لتذليل التحديات وتوفير التسهيلات للقطاع الزراعي ترجمة نانسي قنقر